وأقول لكم هذه الكلمة ونجعلها شعاراً في حياتنا بتنقولها وبتنختم وجعلها شعاراً في الحياة لأنها تكتب بماء العين ولا تكتب بماء الذهب وماء العين أغلى يقين من ماء الذهب هذه الكلمة قالها علم من الأعلام وإمام من الأئمة الذين قالوا عنه إن كلامه يشبه كلام الأنبياء ما هو؟ الحسن البسر رحمه الله أشي يقول الحسن البسر رحمه الله قال الحسن البسر رحمه الله كم من مستدرجين قال كم من مستدرجين بالنعم عليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه هي ثلاثة عقلوا له قلتها بشوية باش تحفظ كم من مستدرجين بالنعم عليه الله تبارك وتعالى يستدرجه باش بنعمه وهو يظن أن الله حين أعطاه النعم قد أحبه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانش قال الله تعالى كلا لا تظن هذا الظن ليس كل من أكرمه الله بالنعم فقد أحبه لأن العطاء عطاءان عندنا عطاء المحبة وعندنا عطاء الإمهال والاستدراج والفرق بينهما هو ما يكون عليه العبد فإذا كان العبد في قرب من الله وحباه ربه فهذا عطاء محبة إذا كان العبد في بعد عن الله وبعد عن الدين وأعطاه الله فهذا عطاء استدراج وإمهال أعادنا الله وإياكم من وكم من مفتون بالتناء عليه تتنعي الناس فاغتر وعجبته نفسه وأصابه العجب واسحبه وصل كم من مفتون بالتناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه يعمل المعصية وربه ويستره يقترف المنكر والله يستره يعصي مولاه والله يستره والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك فالحضر من الاستدراج بنعم الله والحضر من أن نفتنى بثناء الناس علينا والحضر من أن نغتر بستر الله علينا ترجمة نانسي قنقر